تحسباً لرد إسرائيلي وشيك خيمت على لبنان حالة من الترقب لطبيعة وحجم وتوقيت الرد الإسرائيلي الذي كان محور اجتماع وزري برئاسة بن يمين نتنياهو على الصاروخ الذي سقط على مجدل شمس بالجولان المحتل وبينما يترقب حزب الله في لبنان الرد الإسرائيلي عشية الاجتماع سرعان ما أصبحت الأجواء فوق لبنان خالية حيث أوقف مطار بيروت الدولي استقبال وإرسال الطائرات وهو ما أكده موقع فلايت رادار المتخصص في شؤون الطيران أن أجواء لبنان وشمالية إسرائيل خالية تماماً من الطائرات المدنية ومع اشتعال الأجواء تواصل مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان وتبادل رسائل مع إيران بهدف تهديئة التوترات وفقاً ما أفاد به مسؤولون عرب وأوروبيون مطلعون على الأمر للصحيفة وولستريت جورنال الأمريكية الرد الإسرائيلي المرتقب من منظور الخبراء سيكون الشرارة التي ستشعل فاتيل حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ويمكن أن تتسبب في موت وضمار واسع نطاق وبلا قواعد اشتباك فخلال الحرب الأخيرة عام 2006 قصفت إسرائيل مطار بيروت وبنا تحتية مدنية أخرى وفي يونيو الماضي قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت إن إسرائيل قادرة على قصف لبنان وإعادته إلى العصر الحجري وهو ما يؤكد أن الهجوم المرتقبة قد يشعل حريقا أوسع نطاقا من شأنه أن يبتلع المنطقة بكاملها